كمان مبارح كان اختتم المنتخب بتاعنا التحضيرات لمواجهة هنا بقى تنزانيا وديا اللي هتكون بإذن الله النهاردة على أستاذ القاهرة دي في البروفا الوحيدة والأخيرة للمنتخب استعدادا بقى لي بطولة الأمم الأفريقية اللي هتكون تحديدا من يوم 13 يناير بالقاد فار والمنتخب كمان كان قادر التدريبات بتاعته خليني أقول لحضراتكم الأخيرة على أستاذ مصر بالعاصمة الإدارية وعرضناها هول حضراتكم مقرر كمان بعد كده يحصل اللاعبين والجهاز الفني على راحة هيكون يوم الاتنين وبعد كده يبتدوا يتجمعوا عشان السفر يوم التلات لكودفار فبالتوفيق ليهم وتاني هنرجع نقول مصر هي أنجح دولة في تاريخ البطولة اللي فازت بسبع مرات بهذه البطولة فيعني نكمل بقى على كده لأن أعتقد دي أقل حاجة ممكن نحن نقدمها بعد غياب 13 سنة الواقع اللي احنا بنقره ده والحقيقة اللي احنا بنفندها مع حضراتكم لازم تكون نقطة انطلاق لمنتخبنا في المشاركة بزبط نفس الكلامة على الجزائر نهيكم بقى عن السنغال وعن 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 فحنا بنتكلم على بطولة حتكون تقطيع بالمعنى الحرف للكلمة لكن احنا كمان ما نقلش على الناس دي كلها بالعجلة احنا كنا زايدين عنهم لفترات زمنية طويلة فبنتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله